هقول لحضراتكم على 15 نقطة مهمة جدا ازاي تقوي بيها شخصية ابنك نبدأ في الموضوع على طول اول حاجة عايز حضرتك عايز حضرتك تركزوا على ايجابيات الابن ونقاط القوة هات ورقة وقلم خليك عملي و اكتب فيها ايجابيات او بمعنى صح سميها صفات احمد صفات فاطمة اكتب صفات اولادك وحاول تشوف ايه الصفات الحلوة اللي موجودة عندهم و اكتبها لان ام تيجي تقول لي يا دكتور كل ابني او كل صفات ابني اقول لها ستوب وقف كلمة كل ده تفكير خاطئ كلمة كل سواء كانت في الناحية الايجابية اقول لها هو مش ملاك او في الناحية السلبية وغالبا ان الاب والام بشتكو في الناحية السلبية اقول لها هو مش يطان فبالتالي انا عايز حضرتك كأم حضرتك كأب تركزوا على النواحي الايجابية في ابنكم علشان انتم اولا تدركوا ان ابنكم عنده حاجات ايجابية وبعدين تخلوه يشوف نفسه من خلالكم انتم اللي هتشوفوه نفسه هتجيب ورقة وقلم وهتكتب صفات احمد تروح كاتب الصفات 15 صفة ايجابية مثلا اكتب وسين او فاطمة جميلة زاكي مؤدب محترم مطيع ما انه عنيد اكتب مطيع بحس انه برضو يشوف الصفة دي في وسط الصفات الايجابية بهذا الشكل صادق امين شجاع اكتب حتى صفات خلينا في الصفات الخلقية عشان نكتب مهارات بعد شوية يعني فاكتب لي حوالي مثلا ايه 15 صفة في ورقة كده وعلقها على الحيط هو نايم على السرر بتاعه كده حيث ان يبص عليها على اليمين كده فيشوفها يوميا يشوفها 28 يوم هيتبرمج عقل الباطن على صفاته الايجابية هيبدأ هو يشوف صفاته الايجابية بس الحقيقة انا قصد كمان انه قبل ما هو اللي شوف صفاته الايجابية حضرتك كأب حضرتك كأم انتم كمان تقتانعوا وتعتقدوا داخليا ان ابنكم فعلا هدية من الله وان عنده صفات ايجابية بس حضرتك للأسف اللي كنت بتبص بالعين اللي فيها رمض مش العين السليمة للأسف بعض الاباء بيبقى كذباب يقع على اقضر شيء ولا يكون مثل النحل يقع على الزهور